السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحالكم شباب ان شاء الله تكونوا بألف خير. ونأكل اليوم تحديات جديدة. هاي التحديات عشان نزيد فيها الـ xp بدرجة كبيرة. هي تحديات الصيدرة على الموقع. ونحن نضافتها الشركة عشان سنضيفها على اليفل. اليفل نكتر قليل بنسبة لي يعني. تمام؟ وبالنسبة عشان هاي التحديات لشباب قوموا من بلش فيها اي تحدي اي تحدي. هي بقول لكم. مثلا انا شرحته هسا بشكل خطأ او كان او نفس الشركة بتغيرت على انه كيف نسوي او كيف حلو. بتلاقوا عندي بتروح تطلع على التعليق الاول. مثبت راح او اذا كان فيه غلط في اي تحدي بحط لك فيه مثلا الرابط. اللي هو مثلا فيه تحدي مثلا نحكي الخامس السادس الاخرة الفلاني انه فيه غلط. وراح اطلك معاه فيديو ايش ثاني يعني فيديو عطول كيف تسويه بطريقة صحية. تمام شباب؟ تمام. وخلنا بلش هسا في التحديات على طوله قبل نروح لا تنساعد الموحدة لدعمونا في اشتراك القناة لاكا في فيديو واحد جرس كمان. لا تستغطي الموقع او شو بشيش الظاهر امامكم. خليكم معي. وعننا اول تحدي يا شباب من تحديات السيطرة على الموقع اللي هو اقتل الاعداء او التابعين في متنزه السعادة. وهذا التحدي بنقسم الى ثلاث اقسام او ثلاث مراحل نحكي. المرحلة الاولى مطلوب منك تروح تقتل خمسة. تقتل من نفس القيم او اكثر من قيم. بس تقتل هاي الخمسة راح تفتح عندك مرحلة ثانية. راح احكي لك اقتل عشرة. تقتل كمان عشرة كمان نفس القيم او اكثر من قيم. وعندك المرحلة الثالثة من هذا التحدي انك تقتل مية. انه هون يفضل بهذا التحدي انك تعملها على التابعين. يعني حتى اللاعبين حتى راح تستيش تلاقي لعبين اصلا في هذا التحدي كمان كثير لانه كلهم راح ينزلوا يساوي هذا التحدي كمان. فقد ما تقدر تقتل الناس وتخلص بسرعة افضل لك. عشان تاخذ هذا بس تخلص هاي ثلاث مراحل بتاخذ خمس وخمسين الف اكس بي. تمام شباب? هذا هيك بالنسبة للتحدي الاول. تحدي سهل ومباشر. زي ما قلت بكرة عليك انك تقتل وقتل. ويش بس انه تدميج تقتل اعداء خمسة. عشرة مرحلة اولا. عشرة مرحلة ثانية. ومية المرحلة الثالثة. في متنزه السعادة. خلنا ننتقل للمرحلة او التحدي الثاني. عنا التحدي الثاني اللي هو. افتح السنديق المقفلة بواسطة ماسح الهوية. في المغارة في منطقة المغارة. كل عليك تنزل على منطق المغارة. سنزلت عليها. وهذا التحدي كمان من قسم الى ثلاث مراحل. عندك المرحلة الاولى. بيدك آآ تفتح ثلاث سنديج. كمان من نفس lgame اكتر من بعدين ترجع تفتح خمس سنديج. آآ كمان بواسطة ماسح الهوية. نفس lgame اكتر من جيم. واخر مرحلة عندك تفتح عشر سنديق. كمان نفسي جيم او اكثر من جيم بواسط ماسح الهوية. وبس تخلص هاي الثلاث مراحل بتحصل على خمس وخمسين الف اكس بي. وانا هسه هان شاء الله راح بس داترككم مع الفيديو. تشوفوا بعض او مواقع اللي هي اماكن السنديق اللي بتنفتح بواسط ماسح الهوية داخل المغارة. فخليكم مع باقي الفيديو عشان نشوفوا المواقع اللي ماسح عليه هو الصندوق هاي الصندوق غصدي. وارجعوا التحدي الثالث ارمي تابع امين في البحر عند اليخط وهذا التحدي مكون من ثلاث مراحل. تحدي السهل. الكلا انك تنزل على اليخط وكل عليك اول ما تنزل حاول انك تنزل تروح تتنكر بعد هيك بتروح. اي تابع موجود عندك انك بدك اه ترمي بس في البحر. تحمل وترمي البحر مسلاح ستشوف عندك في الفيديو. تمام? وهذا متكون من الثلاث مراحل. عندك المرحلة الاولى لازم ترمي ثلاث. نفسي قيام ووقتها من قيام. بعدين ترمي خمسة. بعدين ترمي عشرة. كمان من نفسي قيام اكثر من قيام. هذول هنه الثلاث مراحل. وبعد ما تحصل هاي الثلاث مراحل كاملات تاخد كمان خمس وخمسين الف اكس بي. وخلينا ننتقل هسا للتحدي الرابع. وعندنا التحدي الرابع يا شباب اللي هو مطلوب منك. دمر الاقزام في كودي المخيم او حصن صغير. وهذا التحدي بتكون من ثلاث مراحل. هسا اول اشي كلاك تنزع على واحد من دول المنطقتين اللي راح اطلك اياهم. كلاك بس تنزع انك تقوم بتدمير الاقزام مثل هيك. وعندك في هذا المخيم مطلوب انك اقصدي من هذا التحدي فيه ثلاث مراحل. المراحل الاولى مطلوب منك انك تدمر ثلاث اكزام. نفس القيام او اكثر من قيام. بعدين تدمر سبع اكزام. كمان نفس القيام اook اكبر من قيام. واخر اشي بطلوب منك الخمسة عشر قزم. كمان نفس القيام او اكثر من قيام. وبس تخلص دولة ثلاث مراحل بتاخذ خمس وخمسين الف اكس بي. ويكون عندك علم. مثلا انت نزلت دمرت قزم وترجعت ينف ثاني بتقدر تدمر نصف القزم يعني. اوكي يعني عادي. مش انه مثلا اذا القزم اخدته ما بقدر بنحسب ليش. لا بنحسب لك. تمام? تمام. فخليكم بعض المواقع وانتو كمان دوروا. عملكوا فرة في المكان راح تلاقوا اكثر يعني. يعني في هاي المواقع. انا راح بس احطتك عشان فتجيك هون على السريع هذا الفيديو. بس راح خليك كمان مع كم من موقع عشان تشوفون انتو هون بالضبط هون موجود في الاغزام وراح نسد ان شاء الله ننزلك فيديو منفصل بجميع اماكن الاغزام الموجودة. وخليكم سمع باقي المواقع. والتحدي الخامس. بحكينا يا شباب احدى الضرر لللاعبين في الوكالة. وهذا كمان التحدي بتكون من ثلاث مراحل. وعندك الاول مرحل مطلوب منك انك تحد الضرر لللاعبين من مقدار خمسمية. الناس يقيم كمان واكتر من قيم. بعدين المرحل الثانية تحدى الضرر من مقدار الف وخمسمية. بعدين المرحل الثالثة مطلوب منك تحدى الضرر لللاعبين مقدار عشر تالاف. هل صادق ما التحدي مش مطلوب منك تسوي بنفس الجيم. تقدر تسوي بنفس الجيم. اكثر من جيم. تمام هذا اولا. ثاني يوم بعد ما تخلص صادق قوله بتاخد خمسة وخمسين الف اكس بي. وللاعبين فقط. يعني لو تك تعملوا على التابعين ما راي نحسب لك. فقط اللاعبين. تابع الامينة وذولة ما راي نحسب لك. تمام شباب? وبس صادق بالنسبة للتحدي الخامس. خلننتقل للتحدي اللي بعده. وعننا التحدي السادس يا شباب. تحدي كمان سهل جدا. بحكي لك اجمع معدن في هايدرو ستاش او ساحة الخردة. كلها لك تنزعها واحد من منطقتين. هسا راح نزع لها. هسا اول واحدة نزلنا عليها هي هايدرو ستاش. تمام? وهذا كمان بتكون من ثلاث مراحل. عنا المراحل الاولى بحكي لك انك دك تدمر او تجيب مئتين وخمسين معدن. هسا بس هون انتباه. انه هون معدن ما طب منك اتوقع هون انه هون كتبين لي مثل اللي هو معدن. انه يتوقع بس بيدهم حديد. يعني خشب وحجر يمكن ما ينحسب لك. بس على الحديد. تمام شباب? هسا بالنسبة. غانتكمل. لو عنا بتكون من ثلاث مراحل مراحل الاولى قلت لك بذلك تدمر مقدار مئتين وخمسين او تجمع مقدار مئتين وخمسين حديد. بعدين لك تجمع المراحل الثاني سبعمية وخمسين. المراحل الف اكس بي. وزي ما قلت لكم واحد من دور منطقتين او لك تروحتين زيادة من دور منطقتين كمان بزبط معك. خلنا انتقل التحدي اللي بعده. تحدي السابع. ابحث عن صندوق ذخيرة في البحيرة الكسولة. وهذا التحدي بتكون كمان من ثلاث مراحل. هما اطمنت مرحلة الاولى. انك تبحث عن خمس صندوق ذخيرة. المرحلة الثانية خمسة عشر صندوق ذخيرة. والمرحلة الثلاثة ثلاثين صندوق ذخيرة. كمان زي ما حكيا عن نفس الجيم او اكثر من جيم. وبعد ما تخلص وتأخذ هذول الثلاث مراحل بتأخذ خمس وخمسين الف اكس بي. وبس هذا هيك المطلوب منك بالنسبة لهذا التحدي. وهنا انت بتقدر تلف وتفر زي ما بدك وحد ما تلاقي اللي بدك اياه. لانه انه ده قعد يلف لك راح تطوله كثير اه اماكن هاي هي السنديق. آآ خلنا نتقلص التحدي اللي بعده. وعند التحدي الثامن يا شباب بحكي لك. ابحث عن صندوق في المجمع التجاري. وهذا بتكون كمان من ثلاث مراحل. وعن المرحل الاولى منه انك تبحث عن خمس سنديق. المرحل الثانية تبحث عن خمسة عشر سندوق. والمرحل الثلاثة ثلاثين سندوق. وكي زي ما حكينا احنا بنفس الجيم واكتر من جيم. وبس تخلص هذول الثلاث مراحل تاخذ خمس وخمسين الف اكس بي. هذيك بس بالنسبة للتحدي الثامن تحدي السين ومباشر وما بده اشي. خلنا ننتقل هسه للتحدي اللي بعده. وعن التحدي التاسع والقبل الاخير يا شباب اللي هو بحكي لك. امسك سمك في مستنقع الشراب. وهذا بتكون من ثلاث مراحل كمان. بس قبل ما نروح ثلاث مراحل. انا هسه هنا في هذا المقطع راح افجيك المواقع اللي بتقدر فيها تصطاد سمكة. اذا لقيت ناس كنت تروح على موقع ثاني وبكون فيها صنارة. تمام شباب فخليكم مع الثلاث مواقع. وبالنسبة لهاي الثلاث مراحل هي عندنا المرحل الاولى انك تصيد خمس سمكات. المرحلة الثانية تصيد خمس وعشرين سمكة. والمرحلة الثلاثة تصيد ميت سمكة. اه كمان اكيد نفسي قاموا اكثر من قام. وبتوقف بعدين خمس وخمسين الف اكس بي. بس هون امحكي لك امسك. فانت حاول يوم انت تصيد السمكة. حاول كمان حطها خليها معك. انه تضيفها معك. جنبي الاسلحة. حاول. انا مش انه هاد مش عاكيد. بس اقول لك يعني يضيفها لانه كما تنحس بك اش ظلت على الارض. تمام? هذيك بالنسبة للمرحلة او التحدي التاسع. فخليكم مع باقي المواقع وارجع لكم. وعندنا التحدي العاشر والاخير شباب. بحكي لك قم الوصول الى توبتن بعد الهبوط في المرافق المتسخة. شي يعني? كل عليك اول ما تنزل من الجيمة عشان حسب لك هذا التحدي لازم تنزل في المرافق المتسخة تهبط فيها. بعد هيك روح تكمل جيمك وجيب توب تن. توب تن او ناين ايت سيفن الاخر هو ون اللي بدك اياه. وتقدر تعمل في دوسي كواد يعني وضع فردي ووضع زوجي ووضع فرق اللي بدك اياه كمان بتحطه. كمان هذا بتكون من ثلاث اه مراحل. عندنا المرحلة الاولى لازم اه تجيب توب تن ثالث مرات بعد ما تهبط. ولازم بعدها المرحلة الثانية تجيب ست مرات توب تن بعد ما تهبط كمان واخر مرة عشر مرات بعد ما تهبط توب تن بعد كمان ما تهبط في المرافق المتسخة. يعني تقريبا مجموح لك تسويها تسعتاشر مرة. تمام شباب? وبس هيك خلص الان التحديات اللي هو اللي راح ان شاء الله يضيف الانكسبيات كتير بالنسبة للكم. انه كتير كل تحدي فيه خمس وخمس بيكون خلص الانتحدي هاتي شباب ولا تزدعمونا باشتراك للقناة لاك فيديو فعل جرس كمان لا تستخدموا كود اهاتف شو بشيش ظاهر امامكم. وخلاني نشوفكم فيديو جديد وزي ما قلت لكم اي واحد عنده تحدي ان شاء الله تطلع لا صمح الله طلع غلط. بتلاقوا التصبيت تحت في اول تعليق. مع السلامة.